وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمة صواريخ التجمز امريكية للمرة الثانية خلال 24 ساعة والقاذفات الروسية تشن هجمات كاسحة على محطات السجاك الحديدية ووسائل الامداد والتموين على خلفية معلومات عن بدي ارسال اسلحة امريكية جديدة تقيلة الى جابهة اوكرانيا والمفارز الروسية تتقدم بشكل سريع وتسيطر على بلدة جديدة وتسيطر على منطقة المصانع المحصنة في كراس نجروفيكا وامريكا تعترف بارسال 100 صاروخ التكمز باليستي لاوكرانيا كدفع اولى والجيش الامريكي يعترف بفشل سلاحة ضربة الارضية لقنابل القطر الصغير جي ال اس دي بي بسبب قوة مجمعات الحرب الالكترونية الروسية وكرة شمالية تجري منورات عسكرية نووية لاختبار قدرات على تنفيذ ضربة نووية تيكتيكية باسخدام راجمات الصواريخ تعالوا بنا نعرف التفاصيل وانصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وزارة الدفاع الروسية اعلنت عن تدمير تاني راجمة صاروخ امريكية من نوع ميلارز من نفس النوع المستخدم لاطلاق صاروخ التكمز الباليستية واطلاق صاروخ يمارز امريكا اعلنت النهاردة عن ارسال ميل صاروخ اتاكمز باليستي لأوكرانيا بالتالي من اهم وسائل الدفاع المضادة ضد الصواريخ الامريكية هو استراتيجية الحرب المضادة للبطاريات من خلال تدمير منصات الصواريخ الامريكية على الارض وتدمير مخزونات الصواريخ الامريكية على الارض وده الحل الافضل والحاسم للتخلص من الصواريخ الامريكية والحل التاني هو الدفاع الجوي وده خط الدفاع التاني المهم ان روسيا بدأت تنشط من تاني في الحرب المضادة للبطاريات وبدأت تركز على استهداف وتدمير منصات الصواريخ الامريكية عشان تخنق القوات الاوكرانية وتقلل عدد البطاريات الامريكية وطبعا ده يمنع اوكرانيا من تنفيذ اغراق صاروخي يعني بدل ما اوكرانيا يكون عندها عشر رجمات كل رجمة ممكن تطلق صاروخين باليستيين في وقت واحد بمجموع عشر صاروخ امريكي دلوقتي مع تدمير البطاريات على الارض ده بيقلل قدرات اوكرانيا على اطلاق عدد كبير من الصواريخ الامريكية على روسيا في الرشقة الوحدة وتنفيذ اغراق صاروخي وده بيعزز فرص اعتراض الصواريخ الامريكية بالكامل وده الهدف الاول للحرب المضادة للبطاريات اللي نجحت فيها روسيا من اول الحرب المفارز الروسية بتواصل التقدم السريع وسيطرت روسيا النهاردة على بلدة سوفو لي فيفو ويبادئت روسيا في التحرك على طول خط السكة الحديد في اتجاه بلدة بروجرس ونجحت الدبابات الروسية في السيطرة على منطقة المصانع المحصنة في مدينة كراسنغروفيكا واسقطت روسيا خط الدفاع الاوكراني وتواصل الفرق الروسية التقدم السريع في مدينة تشاسوفيار وتطوير القوات الاوكرانية بالكامل على كامل الاتجاهات الاستراتيجية واسقطت وسائل الدفاع الجاو الروسية 200 طيارة اوكرانية بدون طيار القازفات والصواريخ الروسية نفذت ضربة مضادة سريعة في منطقة خركيف وتم اصداف شبكات السكة الحديدية باستدام صواريخ اسكاندر ام شبكات السكة الحديدية بتعتبر الوسيلة الاولى لنقل الاسلحة الامريكية الجديدة الى المواقع الامامية بالتالي بدأت روسيا تستدف شبكات السكة الحديدية لمنع وصول الامدادات الامريكية الجديدة للخطوط الامامية وتعطيش القوات الاوكرانية بطول خط الجبهة حيث يتم تدمير قطارات الأسلحة الأوكرانية بالكامل قبل ما توصل أول بأول ودخطت روسيا لتكفيف منابع التسليح الأمريكي روسيا بتتعامل مع أي دعم أمريكي وغربي جديد لأوكرانيا من خلال أربع محاور المحور الأول بيتم يسيداف خطوط الإمدادات الرئيسية من الغرب وقت وصلها من بولندا إلى ليفيفا المحور الثاني ضرب مستودعات الأسلحة الأمريكية بعد توزحها في اتجاه المحاور الرئيسية المحور الثالث ضرب اللوجيستيات القريبة وتدمير البناء التحتية على خط النار قبل ما تستخدم ضد القوات الروسية بالتالي ثلاث حلقات صعبة جدا سلاح أمريكي واحد يفلت منها واللي بيفلت بيكون الحد الأدنى واللي بتمي مواجهته في الحلقة الرابعة والأخيرة من خلال وسائل الدفاع الجو الروسية في الجو ومن خلال المدفعية وراجمات الصواريخ الروسية على الأرض في خط التماس وعشان كده بنقول دايما أن مهما بعدت أمريكا وأوروبا من تسليح وإمدادات ضخمة لأوكرانيا مش هتعمل أي حاجة ولن تغير الميزان العسكري أمام روسيا لأن ببساطة معظم التسليح الأمريكي والغربي بينضرب في الطريق قبل ما يوصل للقوات الأوكرانية واللي بيوصل للخط الأمامي بيكون حجم صغير جدا غير مؤثر أبدا على مستوى الصراع على الأرض بجانب طبعا المشاكل الرئيسية المعقدة جدا المعتادة في أوكرانيا من نقص التدريب نقص الخبرات إنهاك القوات ضعف الموارد البشرية سوق التنظيم سوق الإدارة فشل القيادة كل دا عناصر مؤثرة بتقول أن مهما كان مستوى إمدادات قوات النيتو لأوكرانيا مش هتحرف تعمل أي حاجة وده اللي قاله متحدث الكريملين الروسي النهاردة رضا على سؤال ما إذا كانت صوريخ التاكمز الأمريكية قد تؤثر على الميزان العسكري أمام روسيا الرجل رضي بمنتهى البساطة والوضوح قال إن ما فيش أي سلاح أمريكي أو غربي ممكن يصنع التأثير العسكري المطلوب للقوات الأوكرانية أمام روسيا يعني من الآخر مهما عملته هتخسره برضو دلوقتي في خبر يضحك جدا ويعرفنا إن الأمريكان دول ولا أي حاجة مجرد كلام في كلام البنتاجون النهاردة اعترف بفشل سلاح ضربة الأرضية لقنابل قطر الصغير الأمريكي المعروف باسم GLSDB وده سلاح قطر الصغير اتعامل مخصوص بشكل عاجل لأوكرانيا لاستعماله ضد روسيا الشركات الأمريكية جابت قنابل قطر الصغير وده قنابل بيتم استخدامها من الطائرات الأمريكية والإسرائيلية وعملت تعديلات عليها وخلتها تنضرب من الأرض من خلال المدفعية وراجمات الصواريخ وتمت إطالة المدى المؤثر إلى 150 كيلو متر بحيث يتم تحويل قنابل قطر الصغير إلى صواريخ مجنحة صغيرة تقدر تهاجم القوات الروسية من على مسافة 150 كيلو متر ويا سلام بمجرد ما تم تسليم سلاح الضربة الأرضي الجديد GLSDB الصحف الأمريكية والغربية عملت فرح وقالت إن السلاح دوت هيغير قواعد اللعبة في أوكرانيا وهيكنس ويكتسح الدفاعات الجوائر الروسية وهيجب الروسي على الانسحاب لكن فات شهر واثنين وثلاثة هو عشرة فين يا جماعة نتائج استخدام سلاحة ضربة الأرضية GLSDB مفيش نتائج أوكرانيا عملت انسحب وتتهزم وتاخد بالجزمة والجيش الروسي هو اللي بينتصر وبيتقدم وكل يوم بيانات الجيش الروسي تم إسقاط 10 و20 و25 قنبولة أمريكية جديدة من النوع الأرضي GLSDB والبين تكون الأمريكي في حالة زهول تامة إزاي روسي قدرت أنها تتعامل وتعترض وتسقط سلاح أمريكي جديد تجريبي حديث جدا رحل أوكرانيا قبل حتى ما يدخل الخدمة في الجيش الأمريكي وأخيرا اعترفت أمريكا النهاردة أن السلاح الجديد فشل تماما وما عملش أي نتيجة عسكرية مؤسرة وقالت أمريكا أن السبب الحقيقي هو قوات مجمعات الحرب الإلكترونية الروسية اللي شوشت على برمجيات وبواحس السلاح الأمريكي الجديد وحولته لسلاح خوردة ملوش أي تأثير على ساحة المعركة وخلينا نقول دلوقتي أن السلاح الأمريكي الجديد دوت بيشتغل بنفس المفهوم صاروخ التكمز الأمريكي الباليستي وولا اعتماد على منظومة الملاحة الأمريكية الفضائية جي بي اس بالتالي اللي مستني أن صاروخ التكمز الأمريكية الباليستية ممكن تعمل أي حاجة قدام روسيا انسى الكلام ده خالص وحب أقوله دلوقتي هتسانى كتير جدا وهتضيع عمرك بلاش يوم 22 أبريل من 3 أيام تقريبا أجرت قوات الجيش الشعبي الكوري الشمالي أو المنورات العسكرية لمحاكاة الهجمات النووية المضادة وإستخدام نظام القيادة والسيطرة للقوات النووية بالكامل أنتم دلوقتي عارفين أن مع اندلاع أي حرب نووية بيحصل انفجارات نووية بتتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض وبتولد نبضات كهرومغناطيسية بتسبب تعطيل في شبكات الاتصالات والإلكترونيات ونظم القيادة والسيطرة وده بيسبب انقطاع الاتصالات بين القيادة المركزية وبين تشكيلات الجيش ومن هنا الدول النووية بتعمل مناورات حية لمحاكاة الحرب النووية واختبار نظم القيادة والسيطرة ونظم الاتصالات على مواسطة العمل حتى في ظل تشبع الأرض بالانفجارات النووية والمجال المغناطيسي كل الدول الكبيرة بتأسس شبكات اتصالات عسكرية قادرة على العمل في ظل الحرب النووية ومواجهة أسلحة النبضات الكهرومغناطيسية بحيث تشتغل تحت أي ظرف عسكري وده كان هدف مناورات كوريا الشمالية نووية كمان اختبرت كوريا الشمالية قدرتها على تنفيذ ضربة نووية تيك تيكية بيسدام صواريخ من نوع كيني 25 البالغ مدى 500 كيلومتر وده صرخ باليستي خطير جدا من أقوى رجمات الصواريخ في العالم والمسلح لأول مرة برأس نووي تيك تيكي المناورات الكوريا الشمالية نووية حصلت تحت قيادة وإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونجؤون اللي أشاد بكفاءة قواته النووية على تنفيذ كافة المهام العسكرية بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة قبل الفيديو الاشتراك في القناة مشاركة الفيديو على أكبر قدر من الناس عشان نستمر في معركة الوعي أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة